أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فمن رحمة أرحم الراحمين أن جاءت الآيات لتقرر في مسألة الرضاع فالقرآن قل الشيء اللي هو ذكاه يتعلق بهذه القضايا للقضايا الدعاوة على النبي صلى الله عليه وسلم قال وأحل الله البيع وحرم الربا لأنه هو الذي يملك هذا الحق وفي سورة براءة فضح للمنافقين بخطاب عجيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على إمام المتقين وسيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فهذا هو المجلس الثاني في سورة الرعد يبدأ بقول الآية تبارك وتعالى قل من رب السماوات والأرض قل الله هذه الآية الكريمة فيها إقامة الحجة على المشركين الذين يعبدون مع الله تعالى آلهة أخرى ومعظم الآيات الكريمة فيها مناقشة لهؤلاء وإقامة للحجة عليهم وكما أسلفت في درس ماضٍ أن مناقشة المشركين ومجادلتهم في توحيد الربوبية يلزمهم أو يلزم من عنده عقل منهم أن يقرَّ بتوحيد الألوهية بينما واقعهم بخلاف هذا فهم قد أقروا بتوحيد الربوبية ولكنهم جحدوا توحيد الألوهية كما قال سبحانه في آياتٍ كثيرة وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهِ فَأَنَّا يُؤْفَكُونَ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ فهم يعترفون أن الله تعالى هو الخالق، هو الرازق، هو المحي، هو المميت ولكن إذا قلهم أعبد الله وحده لا شريك له، نفروا فالله جل وعلا يقول قل من رب السماوات والأرض؟ من الذي خلق السماوات؟ من خالقهما؟ من مدبرهما؟ فسيقولون الله فهم يقرون بأن الله هو الخالق، خالق السماوات والأرض إذا أجابوك أنت يا محمد، قل لهم أفتخذتم من دونه يا أولياء؟ إذا سألتهم فأجابوا بأن الله تعالى هو الخالق، هو الرازق، هو الذي خلق السماوات والأرض قل لهم كيف اتخذتم من دونه يا أولياء؟ يعني أنكم مع إقراركم بأن الله جل وعلا خالق السماوات والأرض اتخذتم من دونه أولياء فعبدتموهم من دون الله، يعني الأصنام لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ظرا وإذا كانوا لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ظرا فمن باب أولى أنهم لا يملكون لغيرهم وقد أكد الله جل وعلا هذا المعنى في آيات كثيرة كما قال سبحانه ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولن هؤلاء الشفاعون عند الله وقال اتخذوا من دونه يا آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا وقال تعالى والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير والعجب أن بعض المسلمين ولسيما من ينتسب إله للعلم تجدوا يكثر من الحديث عن توحيد الربوبية وينسى توحيد الألوهية لو توحيد العبادة الذي أرسلت الرسل وأنزلت الكتب من أجله وبيانه حتى إن بعض الناس تجدوا دائما حديثه عن توحيد الربوبية هو حق لكن أيضا لا بد أن يستنتج من حديثه عن توحيد الربوبية الحديث عن توحيد الألوهية توحيد العبادة فراد الله تعالى وحده بالعبادة لا شريك له فإن الله يقول ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ويقول وما رسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إلي أنه لا إله إلا أنا فاعبدون فإذا أقروا هنا الآيات الكريمة تتدرج بهم من الإقرار بتوحيد الربوبية إلى إلى الإقرار بماذا؟ بتوحيد الألوهية توحيد العبادة إفراد الله تعالى وحده بالعبادة ما الذي جعل وهذا أمر محزن ما الذي جعل بعض بلاد المسلمين الآن جعلها مرتعا للشرك بالله عز وجل إلا غفلة بعض أهل العلم في هاتيك البلاد عن بيان توحيد العبادة بيان توحيد الألوهية فتجد تجد الإنسان يقول الله هو الخالق الرازق المحي المميت هذا حق لكنه ماذا؟ تجده يعبد مع الله إلى آخر يتوجه إلى قبور من يسمونهم بالأولياء والأضرحة ويدعوهم من دون الله ويقول يا سيد فلانش فعلي وأنا في حسبك رزقني ولدا هذا هو الشرك لأن الدعاء هو العبادة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام الدعاء هو العبادة وقال ربكم ادعوني أستجب لكم والشرك أن يصرف الإنسان شيئا من العبادة لغير الله عز وجل والله جل وعلا قال في أول سورة الأحقاف قال الله جل وعلا والذين كفروا عما أنذروا معرضون قال الله جل وعلا حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين ومن أظل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين فينبغي ينبغي علينا معاشر المسلمين أن نولي توحيد العبادة توحيد الألوهية أن نوليه اهتماما كبيرا لأن هذا النوع من أنواع التوحيد هو الذي ظل فيه أكثر الناس أما توحيد الربوبية فكما ترون الآن المشركون يعترفون بهم فالله جل وعلا هنا قال إذا كنتم تقرون بتوحيد الربوبية يجب أن تقروا بتوحيد الألوهية قل أفتخلتم من دونه أولياء يعني مع إقراركم بأن الله والخالق هالق السماوات والأرض اتخلتم من دونه أولياء عبدتموهم من دون الله وهم لا يمكن لأنفسهم نفعا ولا ضرا فكيف يملكون لكم ثم ضرب جل وعلا لهم مثلا فقال قل هل يستوي الأعمى والبصير قل هل يستوي الأعمى والبصير صح عن مجاهد قال أما الأعمى والبصير فالكافر والمؤمن وأما الظلمات والنور فالهدى والضلالة كما قال تعالى وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير أم هل تستوي إذن كما لا تستوي كما لا يستوي المؤمن والكافر ولا تستوي الظلمات والنور لا يستوي الكفر والإيمان لا يستوي الموحد الذي يعبد الله وحده لا شريك له ويصرف جميع أنواع العبادة كالذبح والنذر والاستعانة والاستغاثة والتوكل يصرفها لله وحده لا شريك له من إنسان يخلط بهذا الأمر من إنسان لا يخل بتوحيد العبادة ينظر لغير الله يذبح لغير الله يحلف بغير الله يتوكل على غير الله يستعين في حوائجه بغير الله يدعو الغائبين والموتى أن يقضوا له حوائج وأن يشفوا مريض وأن يسعفوه هذا هو الشرك فهنا يقول الله جل وعلا أم جعلوا لله أي جعلوا لله شركاء خلقوك خلقه حتى أن بعضهم العياذ بالله لو قلت له احلف بالله في أمر من الأمور ربما تحتاج أنك تحلفه يحلف بالله ويكلب لكن لو قلت له أحلف بالولي فلان وأن تكذب قال أعوذ بالله أحلف ما أستطيع أحلف يعني معنى هذا أنه يعظم المخلوق والعياذ بالله أعظم من تعظيم الخالق وهذا واضح أنت لا تتهمه أنت من فمه تدينه من فعله فالله جل وعلا يقول أم جعلوا لله شركاء خلقوك خلقه فتشابه اشتبه اشتبه ما خلقوا بما خلق الله فلا يدرون ما خلق الله وما خلق آلهتهم قل الله خالق كل شيء وواحد القهار ثم ضرب الله جل وعلا مثلين للحق والباطل فقال عز وجل أنزل يعني الله عز وجل أنزل من السماء ماء مطرا فسالت من ذلك الماء أودية بقدرها في الصغر والكبر معروف أنه إذا نزل المطر تسيل الأودية واد يسع ماء كثيرا وواد أو شعب يسع أو شيئا قليلا فاحتمل السيل الذي حدث من ذلك الماء زبدا رابيا والزبد معروف يطف على الماء ولسيما الماء الذي يأتي من الأودية والجبال يكون عليها الزبد واضح يظهر على وجه الماء زبدا رابيا يعني عاليا مرتفعا الزبد هذا أنواع من من الحشائش والنباتات والأخشاب والقمامات كلها تكون فوق أعلى احتمل السيل زبدا رابيا يعني مرتفعا فوق الماء الصافي الباقي وهو الحق والذاهب الزائل الذي يتعلق بالأشجار وجوانب الأودية هو الزبد الباطل يعني هنا جاعن بن عباس قال أنزل من السماء ماء فسألت أودية بقدرها قال هذا مثل ضربه الله جل وعلا احتملت منه القلوب على قدر يقينها وشكها فأما الشك فلا ينفع معه العمل الشك ما ينفع معه العمل وأما اليقين فينفع الله به أهله وقوله فأما الزبد فيذهب جفاء الزبد هنا يطلق على الشك وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض قال له عكس الشك قال له اليقين نعم كما يجعل الحلي في النار فيأخذ خالصه ويترك خبثه وكذلك يقبل الله اليقين ويترك الشك طيب قلنا هذان مثلا الأول بماذا مثل مائي والثاني مثل ناري الأول مثل مائي والثاني ناري المثل المائي بماذا بالمطر إذا نزل والناري بالحلي ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله الذهب لما يستخرجونه ماذا يفعل به حتى يكون صافيا خالصا يصهر بالنار أحسنت فإذا صهر بالنار تخلص من العوالق والشوائب وصار ذهبا صافيا فالعوالق والشوائب هذه هي الشكوك المظلمة والذهب هو التوحيد الخالص وهناك الزبد وقطع الأخشاب والأخشاب وغثاء الأشجار هذا هو الشك والماء الصافي الباقي هو التوحيد واليقين والإيمان هذا يسمى المثل المائي والمثل النهري تأمل معي أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها كل قدر كل واد أخذ ما ما يسعه من الماء فاحتمل السيل زبد الرابياء مرتفعة ثم قال الله في المثل الثاني ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية يعني ومن الذي توقيدون عليه عليه النار ابتغاء حلية يعني لطلب زينة وأراد الذهب والفضة لأن الحلية تطلب منهما ابتغاء حلية أو متاع أي طلب متاع وهو ما ينتفع به حتى غيره مثل الحديد والنحاس والرصاص كل هذا يحتاجونهم يصهرونه بالنار يذاب فيتخذ منه الأواني وغيرها مما ينتفع به زبد مثله إذا أذيب فله أيضا زبد مثل زبد الماء فالباقي الصافي من هذه الجواهر مثل الحق والزبد الذي لا ينتفع به مثل الباطل قال الله فأما الزبد الذي على السيل فيذهب جفاء ما معنى جفاء يعني ضائعا باطلا مضمحلا زائلا والجفاء ما رمى به الوادي من الزبد وأما ما ينفع الناس ما ينفع الناس من الصافي فإنه يبقى الماء والذهب والفضة والنحاس فيمكث في الأرض يعني يبقى ولا يذهب كذلك يضرب الله الأمثال يعني جعل الله عز وجل هذا المثل للحق والباطل للتوحيد والشرك لليقين والشك للكفر والإيمان فانظر كيف يذهب الزبد ويبقى الماء وانظر كيف يذهب الشك ويبقى اليقين وانظر كيف يذهب الباطل ويبقى الحق كذلك يضرب الله الأمثال وقيل إن هذا تسليه للمؤمنين يعني أن أمر المشركين مثل الزبد في الصورة كأنه شيء في الواقع أنه ليس بشيء وأمر المؤمنين كالماء المستقر في مكانه الذي له صفة الثبات والبقاء وقوله تعالى للذين استجابوا لربهم الحسنى يخبر جل وعلا هنا في هذه الآية عن مآل السعداء والأشقية فقال للذين استجابوا لربهم أي أطاعوا الله ورسوله وانقادوا لأوامره وصدقوا أخباره الماضية والآتية هؤلاء لهم لهم الحسنى وهو الجزاء الحسن كما قال جل وعلا مخبراً عن ذي القرانين وقال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربي فيعذبه عذاباً نكراً وأما من آمن وعمل صالحاً فله جزاء الحسنى وقال تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة قال قتادة للذين استجابوا لربهم الحسنى وهي الجنة فلهم الجنة ومع الجنة أيضاً التمتع بالنظر إلى وجه الله عز وجل الكريم في جنات النعيم للذين استجابوا لربهم الحسنى وهذه طريقة القرآن الكريم أنه إذا ذكر الأبرار يذكر الأشرار وإذا ذكر المؤمنين يذكر الكافرين وإذا ذكر السعدة يذكر الأشقية فهنا يقول الله للذين استجابوا لربهم الحسنى دهم الجنة وزيادة والنظر إلى وجه الله الكريم والذين لم يستجيبوا له الذين لم يستجبوا لله وللرسول بل أعرضوا وصدوا لو أن لهم ما في الأرض جميعاً ومثله معه لفتدوا به يعني لبذلوا ذلك في يوم القيامة افتداء من النار وقد جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام حديث صحيح أن الله تعالى يقول للكافر أرأيت لو أن لك لو أعطيت ملأ الأرض أكنت تفتدي به من هذا اليوم فيقول نعم فيقول قد أردت منك أهلاً من ذلك أخذت عليك وأنت في ظهر أبيك آدم لا تشرك فأبيت إلا أن تشرك وفي سورة المعارج لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته العشيرة فصيلته التي تؤيه ومن في الأرض جميعاً ثم ينجيه قال الله كلا إنها لضا والذين لم يستجيبوا لو أن لهم ما في الأرض جميعاً ومثلهم أفتدوا به أولئك لهم سوء الحساب سوء الحساب أن يحاسب الرجل بذنبه كاملاً لا يغفر له منه شيء كما قال عليه الصلاة والسلام كما في البخاري قال من نوقش الحساب عذب من نوقش الحساب عذب والله جل وعلا قال عن صنفين قال الصنف الأول فسوف يحاسب حساباً يسيراً وينقلب الآليم سوراً قال وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبوراً ويصلى سعيراً مأواهم جهنم في الآخرة وبئس المهاد الفراش يعني بئس ما مههد لهم بئس ما مههد لهم ثم قال الله تبارك وتعالى أَفَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقِّ أي فيؤمن به ويعمل بما فيه كمن هو أعمى أي لا يستوي من يعلم من الناس أن الذي أنزل إليك يا محمد من ربك هو الحق الذي لا شك فيه ولا مرية ولا اختلاف فيه بل كله حق يصدق بعضه بعضاً لا يضاد الشيء منه شيء آخر فأخباره كلها صدق وأوامره ونواهيه كلها عدل كما قال سبحانه وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهُ وَالسَّمِيمُ العَلِيمُ تمت كلمة ربك صدقًا صدقًا في الأخبار وعدلًا في الأحكام صدقًا في الأخبار وعدلًا في الأحكام وتمت كلمة ربك صدقًا وعدلًا لا يستوي من تحقق من صدق ما جئت به يا محمد ممن هو أعمى لا يهتدي إلى الحق ولا إلى الخير ولا يفهم ولو فهم من قاد ولا صدق ولا اتبع كما قال سبحانه لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون إنما يتذكر أولو الألباب إنما يتذكر أولو الألباب يعني يتعظ أصحاب العقول السليمة هؤلاء هم الذين يتعظون إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق يعني يوفون بما أمرهم الله جل وعلا به وفرضه عليهم فلا يخالفونه ولا ينقضون الميثاق أراد العهد الذي أخذه على ذرية آدم عليه السلام حين أخرجهم من صلبه وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون طبعا ويدخل في الوفاء بعهد الله يدخل في هذا العهود والمواثيق كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود يدخل في هذا دخول أوليا ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا خاصم فجر وإذا أتوا من أخان وفي رؤيتهم وإذا خاصم فجر وإذا عاهد غدر وإذا عاهد غدر الذين يوفون بعهد الله يعني بما أمر الله تعالى به وفرضه عليهم فلا يخالفونه ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله بأن يوصل أراد به جميع الإمام بجميع الكتب والرسل ولا يفرقون بينهما كما قال الله جل وعلا والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يأتيهم أجورهم وقال لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير وقال إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولوا نؤمن ببعض ونكفروا ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدن الكافرين عذابا مهينة فهؤلاء وصلوا ما أراد الله بأن يوصل وقال أكثر المفسرين المراد به صلة الرحم يصلون ما أمر الله بأن يوصل صلة الرحم ولا مانع من الجمع بين الأمرين لأنه من قواعد التفسير عند أهل العلم أنه إذا كانت الآية الكريمة تحتمل أكثر من معنى فيجب أن تحمل على هذه المعاني كلها وصلة الرحم أمرها عظيم وقد قال الله تعالى في القرآن عن صلة الرحم في وعيد القاطع قبل قال الله فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها والمقصود بالصلة الرحم أول ما يدخل في الصلة الرحم بر الوالدين بر الوالدين هذا أعظم صلة الرحم فهو بر وصلة ثم يدخل في هذا الكرام والاحترام والإعانة الأعمام والعمات والأخوال والخالات وأبناؤهم ومن تجتمع أنت وإياه في الجد الثاني والثالث على حسب درجاتهم ومراتبهم وأبناء الأخوات وأبناء الإخوة حولهم الرحم وكيف تكون صلة الرحم؟ كيف يصل الرحم؟ بزيارتهم والتودد إليهم ومحبتهم وزيارة مريضهم ومساعدة محتاجهم والبشاشة معهم وإفشاء السلام عليهم يعني بكل ما يحمله معنى الإكرام والصلة وتحمل أخطائهم والصبر عليهم والغض عن مساوئهم وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في وعيد القاطع قال لا يدخل الجنة قاطع لا يدخل الجنة قاطع وقال عليه الصلاة والسلام إن الله تعالى لما خلق الخلق قامت الرحم فقالت هذا مقام العائذ بك يعني من القطيعة فقال ألا ترضينا أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك قالت بلى قال فذلك لك والصبر على ذوي الأرحام على لقارب وعلى جفائهم فيه أجر عظيم والنبي عليه الصلاة والسلام جاء إلي رجل فقال يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني وأحسن إليهم ويسيئون إلي وأحلم عليهم ويجهلون علي قال النبي عليه الصلاة والسلام لو إن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل ولا يزال معك من الله حفيظ عليه ما دمت على ذلك وقال عليه الصلاة والسلام ما نحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه يصلون ما أمر الله به أن يوصل والذي ويخشون ربهم ويخشون ربهم حسنت يخشون ربهم الخشية هي مراقبة الله تبارك وتعالى مراقبته سبحانه وتعالى في السر والعلن وقد جاء مدحو هؤلاء في قوله سبحانه وتعالى إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون ويدرؤون بالحسن ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب ويخافون سوء الحساب فهم يوفون بعهد الله ولا ينقضون المثاق ويصلون ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب وخوفهم لسوء الحساب جعلهم يقومون بهذه الأعمال فهم يقومون بها مراقبة لله تبارك وتعالى وامتثالا لأمره وخوفا من هذا اليوم العظيم كما قال تعالى فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبة السماء منفطر به كان وعده مفعولا والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم صبروا على طاعة الله عز وجل كما مر بنا عن الصبر وكيف صبر يوسف عليه السلام كم المراتب الصبر فرفع الله قدره في الدنيا والآخرة وكذلك يعقوب عليه السلام كيف صبر صبروا على المصائب والنوائب وصبروا عن الشهوات وصبروا عن المعاصي فالصبر ببعانيه الثلاثة الصبر على طاعة الله والصبر عن معصية الله والصبر على أقدار الله المؤلمة والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ومن يتصبر يصبره الله وما أعطي أحد عطاء خيراً وأوسع من الصبر والصبر حجز النفس عن الجزع واللسان عن التشكي والجوارح عن شق الجيوب ولطم الخدود صبروا ابتغاء وجه ربهم طلب تعظيمه جل وعلا أن يخالفوه وأيضاً أقاموا الصلاة ولم يقل وأدوا الصلاة قال أقاموا للدلالة على أن الصلاة يجب أو أن هؤلاء الصالحين جاءوا بالصلاة كاملة فهم كملوا ركوعها وسجودها ووضوءها وخشوعها أقاموها في أوقاتها وأنفقوا مما رزقناهم سراً وعلانية يعني أدوا الزكاة والصدقات ويدرؤون بالحسنة السيئة الصلاوات الخمس أقاموا الصلاوات الخمس وأدوا الزكاة وتصدقوا ويدرؤون بالحسنة السيئة يعني يدفعون القبيح بالحسن يدفعون القبيح بالحسن فإذا أذاهم أحد قابلوه بالجميل صبراً واحتمالاً وصفحاً وعفواً كقوله تعالى ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وكما فعل يوسف عليه الصلاة والسلام وقصته قريبة مننا في الدرس الماضي كيف قابل سيئهم قابله بالحسن والعفو والصفح أولئك أي المشار إليهم هؤلاء الذين فعلوا هذه الأفعال أولئك لهم عقب الدار قال الحسن في صفاتهم إذا حرموا أعطوا وإذا ظلموا عفوا وإذا قطعوا وصلوا وما أصعبها إلا على من هداه الله وفقه دخل رجل على عمر رضي الله عنه أمير المؤمنين فتكلم بكلام غليظ على أمير المؤمنين الذي يجب احترامه وتقديره وقال هي بن الخطاب فوالله ما تعطينا الجزل ولا تحكم بيننا بالعدل وهو من الجفات الذين قدموا من خارج المدينة فهم عمر أن يؤدبه أن يوقع به فقام الحر بن قيس وقال يا أمير المؤمنين إن الله يقول النبي خذ العفو وأمر بالعرف وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإن هذا من الجاهلين يقول والله ما جاوزها عمر حين سمع الآية وكان وقافا عند كتاب الله وهذا هوج الصحابة رضي الله عنه وما الصدر الأول أم المؤمنين صفية رضي الله عنها جاءت جارية من جوار صفية إلى عمر رضي الله عنه فقالت يا أمير المؤمنين إن صفية تعظم السبت تعظم يوم السبت لأن حيي بن أخطب اليهودي وتعطي اليهود أموال تعطي اليهود أموال فسأل عمر أم المؤمنين صفية عما قالت هذه الجارية فقالت أما السبت فوالله ما عظمت بعدما أبدلن لو تعالى بيوم الجمعة وأما اليهود فإن لي قرابة أصلهم بالمال ثم قالت للجارية ما حملك على ما قلتي قالت حملني على ذلك الشيطان وأنا كاذبة قالت اذهبي فأنت حرة لوجه الله تريد أن تغيظ الشيطان هذه أخلاق وقل مثل ذلك في الأئمة الكبار الإمام أحمد رحمه الله قال كل من آذاني فهو في حل ورأيت ورأيت الله يقول في القرآن وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم وجعلت الخليفة في حل ثم قال وما ينفعك أن يعذب الله أخاك المسلم بسببك الشيخ السلام بن تيمية رحمه الله جرى عليه من المتعصبة الصوفية ومتعصبة المذاهب ما جرى حتى سعوا في أذاه بكل ممكن ومع ذلك يعفوا ويصفح يقول ولا أحب أن يؤذى أحد بسببي يقول بن رجب في طبقات الحنابلة لما دخل الشيخ الإسلام بن تيمية السجن والمصيبة أن كاد له وسعى بإدخاله بعض أهل العلم من المتعصبة يقول دخل معه أخوه عبد الله شرف الدين ومن أهل العلم يقول جعل عبد الله يدعو على هؤلاء الذين تسببوا في إدخالهم فقال الشيخ لأخيه عبد الله لا تدعو عليهم ولكن قل اللهم هب لهم نورا يهتدون به إلى الحق يقول الشيخ الإسلام أحمد بن تيمية لأخيه عبد الله يقول لا تدعو عليهم ولما يقول ابن القيم لما مات شخص من كبار المالكية من أكبر خصوم الشيخ جئت إلى الشيخ الإسلام بن تيمية وبشره بأن الله قبض روح هذا الإنسان يقول فغضب وتنكر لي وقال تبشرني بموت مسلم يقول فقام وقمت معه وذهبنا إلى أولاده فعزاهم وقال أنا أبوكم بعده أي شيء تحتاجون لي تأتوني لي يقول فبكوا وتأثروا من أخلاق الشيخ رحمه الله وزد على هذا أنه يقول قال بعض خصوم الشيخ والله لوددت أني لأصحابي مثل بن تيمية لأعدائه وددت أني لأصحابي يقول هذا الشيخ من الفقهاء مثل بن تيمية لأعدائه سعوا بكل ممكن لقاتل حتى بعضهم يقول اقتله ودمه في عنقي ومع ذلك لما قدر عفى حتى أنه أحد الولاد قال يا شيخ هؤلاء أذوك وهم يقول تأخروا عن بيعته تباطوا عن بيعته فلما جمعنا قال هؤلاء أذوك وجرى لهم تاريخهم في أذاك لا بد نعاقبهم يقول وأن أعلم أنهم مقصود أنا مقصود أنهم تأخروا عن بيعة بعض الشيء ونازعوه يقول قلت لا هؤلاء فقهاء الإسلام ولو قتلتهم ما تجد في دولتك مثلهم أبدا يقول يبلغ الكلام لهم قالوا والله عجب بن تيمية ما سعونا ما تركنا شيئا إلا وسعينا في أذاه والآن يوم قدر عفى وصار يدافع فهذه أخلاق هذه أخلاق لا يمكن أن يقوم بها إلا من وفقه الله سبحانه وتعالى لذلك ويدرؤون بالحسنة السيئة يدرؤون بالحسنة السيئة لكن انظر ثوابهم أولئك لهم عقب الدار الجنة عاقبتهم دار الثواب ثم بين ذلك فقال جنات عدن بساتين إقامة تجري من تحتها الأنهار فيها من كل شيء يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار يقولون سلام عليكم يحيونهم سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار كما قال تعالى والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه الصنف الثاني ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض هذه في الكفار أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار لهم سوء المنقلب لأن منقلب الناس دورهم ثم قال تعالى الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر الله يبسط يعني يوسع على من يشاء ويضيق على من يشاء تبعا لحكمته سبحانه وتعالى لا يسأل عن ما يفعل وهم يسألون وفرحوا بالحياة الدنيا يعني مشرك مكة وكل من تبعهم أشروا وبطروا والفرح لذة في القلب بنيل المشتهى فرحوا بالحياة الدنيا وهذا ذم لكل من فرح بالدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع يعني هي قليل ذاهب ويقول الذين كفروا من أهل مكة لولا أنزل عليه آية من ربه فهم يقترحون الآيات قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب قل إن الله يضل من يشاء يعني هذه الآية الكريمة فيها بياننا الكفار اقترحوا الآية التي تنزل كما قال تعالى فليأتنا بآية كما أرسل الأولون لكن الآية ما تتنزل على ما طلبهم كما في أول سورة الأنبياء يقول الله جل وعلا قال ربي يعلم القول في السماء والأرض والسماء والعليم بل قالوا أضغاثوا أحلام بل افترى بل هو الشاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون قال الله ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون حتى لو جاءتهم آية وما آمنوا هذا ضرر عليهم هم سيهلكون لأنه قضت سنة الله جل وعلا أن من جاءته الآية ولم يؤمن أن يعجل بهلاكه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم تسكن قلوبهم بذكر الله ذكر الله فيه قولان لأهل العلم للمفسرين منهم من قال ذكر الله تبارك وتعالى هو القرآن ومنهم من قال ذكر الله هي عمول أذكار ولا مانع كما قلنا من الجمع بين القولين فالقلوب تسكن وتطمئن بكتاب الله تبارك وتعالى لأنه هدى وشفاء وتطمئن كذلك بالتسبيح والتهليل والتحميد والتكبير والاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فكلها حياة للقلوب ولهذا أنا أنصح بكتاب ابن القيم رحمه الله الوابل الصيب فإنه ذكر أكثر من مئة فائدة في فضل ذكر الله عز وجل الذين آمنوا وعملوا الصالحات صدقوا بالله ورسوله وعملوا بمقتضى هذا التصديق طوبى لهم طوبى يعني فرح لهم وقرة عين أو نعم مآل أو طوبى فعل من الطيب أي الجنة وما فيها من النعيم لهم طوبى لهم وحسن مآب يعني الجنة لهم وما فيها من النعيم المقيم ثم قال تعالى كذلك أرسلناك في أمة أي كما أرسلنا الأنبياء إلى الأمم أرسلناك إلى هذه الأمة قد خلت يعني مضت من قبلها أمم لتتلو أي لتقرأ عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن كما جرى في صلح الحديبية لما أراد النبي عليه الصلاة والسلام يكتب بينهم الصلح وكتب علي بسم الله الرحمن الرحيم قالوا ما نعرف الرحمن إنه اكتب باسمك اللهم ما نعرف إلا رحمن اليمامة قال الله وهم يكفرون بالرحمن وهم يكفرون بالرحمن وهم يكفرون بالرحمن والرحمن اسم من أسماء الله جل وعلا قال تعالى قل ادعو الله أو ادعو الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى قل لهم يا محمد إن الرحمن الذي أنكرتم معرفته هو ربي الرحمن الذي له صفة الرحمة جل وعلا ربي لا إله إلا هو عليه توكلت أي اعتمدت في جميع أموري وإليه متاب أي توبتي ومرجعي أي توبتي ومرجعي والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فعلى المسلم أن يجتنب هذه الكبار ويتعاهدها ولن يجتنبها ويتعاهد تجنبها إلا بأن يتعلم متى ما رابيت فهو محرم وداخ في هذه الآية تعلم علم اليقين أن الله تعالى له الكمال المطلق وبيده الخير كله وعنده خزائن السماوات والأرض فحينها ليس لك سبيل إن كنت عبدا صادقا مؤمنا أن تتوجه لغير ربك ترجمة نانسي قنقر